سيادة الرئيس أنا نفتح أحد كتير في حياتي بس جوايا خوف وقلق وطول الوقت أنا أنا طلبة من حضرتك بخبرتك نصيحة أبوية إزاي أتخلص من أخوف في الجواية وشكرا سيادة هاي فرملي انت شاب صغيرة لسه الدنيا كلها قدامك تفضل استراح دي دي فرصة بس الدنيا قدامك انت اسمك ايه اسمك ايه سالي سالي أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضل استراحي يعني يقلمني انك انت تبقى قلقانا وخايفا مش عادي أسألك قدام يعني المجموع خايفة ولا أنا من ايه زي ما قلت كده انت يعني يعني انت قدي بنتي الصغيرة خالص يعني فلسه العمر كل قدامك وتقدر يتحقق فيه كتير تخافيش أبدا ما تخافيش أبدا من ان كان على مصر من تنين مصر مش كده دائما انا عايز اقولك على حاجة جوه مصر ما تخافيش لان الدولة دي بفضل الله سبحانه وتعالى تحفزها ربنا سبحانه وتعالى وإلا كانت راحت زي ما غيره راحت مش احنا اللي حفزنا عليه انا بقول لك وانا كان اي حد في مكاني يقضيه لانا اللي عملت مش كده لا والله اللي حفز على مصر ربنا وله الشكر والحمد والسناء العظيم انه عمل معنا كده فعن كان على مصر ما تخافيش عليها الامور من تفضلك يا رب من حسن لأحسن وإحنا موجودين عشان نفضل نشتغل ونشتغل ونبقى ونعمر لغاية لما نحقق الحلم لنا كلنا فأما يعني انت عايزة جلسة عايزة جلسة يعني لا ما تخافيش ان شاء الله ربنا يحفزك ويأمنك من القلق والخوف مرحش مرحش اشتغل